أهلا بكم يجري الحديث حاليا عن حرب الموانئ بإشارة إلى سلسلة استهدافات تشمل عدة موانئ بحرية في المنطقة والهدف هو تعطيل سلسلة تصدير النفط من المنطقة العربية التي تماثل نصف كميات البترول المصدر عالميا في إطار التصعيد بين إيران والفظائل من جهة وواشنطن وحليفتها من جهة أخرى القصة بدأت حينما هددت خليفة واشنطن باستهداف موانئ النفط العراقية بالبصرة وذلك في حال تدخل الفصائل العراقية بالحرب والتهديد رغم أنه صادر من وسائل إعلام عبرية لكن بغدان أخذت الأمر على محمل الجد وعززت إجراءات الحماية وأنشرت قناصين قرب منصات التحميل الرئيسية وفق لبرقية أمنية سرية وتخشى الحكومة من هذا السيناريو الخطير الذي يعني توقف تصدير النفط العراقي ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة بغداد في توزيع رواتب الموظفين وتلبية احتياجات الموازنة التي يشكل منها النفط غالبية عظمى ترويح الفصائل باستهداف موانئ المنطقة يتم من خلالها تصدير النفط ولا يستبعد أن يكون من بينها الكويت والسعودية والإمارات ويدول خليجية قريبة جغرافيا من العراق وضمن نطاق صواريخ الفصائل ومع أعلان مقتل جنود في جولان تدخل الحكومة العراقية بأصعب اختبار أمني لها فكيف ستتجاوز كل هذه التدعيات مع حدوث أول ضربة جوية ضد الفصائل وقياداتها